اشتركوا في القناة ويكون الذين تحرصون اليوم يا صاحب السمو على تكريمهم والاحتفاء بهم فيعدون ذلك التكريم أعظم شرع حفل توزيع شهادات الإجازة الجامعية ووسام تقدير للخريجين تجسد بالرعاية الكريمة والحضور الأميري نعزي أنفسنا ونعزي كافة أبناء الشعب الكويتي بوفاة الرمز الرياضي المرحوم اللاعب السابق سمير سعيد الأوساط الرياضية تشيع فقيدها سمير سعيد إلى المثوى الأخير ومقبرة الإصليبيخات الجعفرية تغص بالحشود وزير المالية الذي يبدو أن آخر شيء يعلم فيه هو اختصاصاته بين البراك والشمالي رسائل وردود وقودها توصية إيقاف لسبيع عن العمل وصلاحية اللجان البرلمانية المعرض الحقيقي يحتوي على الشيء الذي يبهر الواحد بلا شك تسلم بشكل رئيسي في رفع المستوى الصحي في الكويت افتتاح مؤتمر صحة الكويت تحت شعار التنمية الصحية وهدف تحسين الخدمات والإطلاع على المستجدات نشرة الأخبار من الراي أهلا بكم فعاليات حفل توزيع شهادات الإجازة على خريجي الجامعة للعام 2010-2011 انطلقت بحضور أميري سامي ورعاية كريمة تواجت العرس التعليمي الذي التأم على مسرح المرحوم الشيخ عبدالله الجابر الصباح في منطقة بشوئخ وقد شهد حفل التكريم ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ورئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد وكبار الشيوخ والمسؤولين في الدولة وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف في كلمته أهمية الرعاية الكريمة من قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للحفل معتبرا ذلك أرفع تقدير يعلي من قيمة تفوق الخريجين وتميزهم وعطائهم ومتابرتهم وجدهم من أجل النهوض بالوطن أن أبناءكم المتفوقون الذين تحرصون اليوم يا صاحب السمو على تكريمهم والاحتفاء بهم ليعدون ذلك التكريم أعظم شرف وأرفع تقدير يعلي من قيمة تفوقهم وتميزهم وأنهم يا صاحب السمو ليعاهدون الله تعالى ويعاهدون سموكم ويعاهدون وطنهم العزيز الذي أحاطهم بكل أنواع الرعاية والاهتمام أن يكونوا أبناء الوطن المثابرين الأوفياء وجنده المخلصين الذين يطلعون بالمسؤولية الوطنية في مواقع العمل المختلفة على النحو المأمول الذي يحقق لوطنهم ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار مستمدين العون من الله تعالى ومستلهمين السداد والتوفيق من رؤاكم السديدة شيعت الأوساط الرياضية الكويتية جثمان فقيدها حارس المنتخب الكويتي السابق لكرة القدم والنادي العربي سمير سعيد الذي وافته المنية عقب تعرضه لحادث دهس قبل أيام وشهدت مقبرة إصلابيخات الجافرية حضورا حاشدا من مختلف أطياف المجتمع الكويتي حيث غصت المقبرة بجموع المشيعين يذكر أن أهم الإنجازات التي حققها الراحل مع المنتخب الكويتي لقب خليجي عشرة والمركز الثالث في نهائية كأس آسيا عام أربعة وثمانين كما حقق مع فريقه العربي تسع بطولات منها أربع في الدور العام واثنتان لبطولتي كأس الأمير ومثلهما في بطولة كأس ولي العهد بعث رئيس مجلس الأمة السابق جاسم لخرافي برسالة تعزية إلى أسرة الفقيد اللاعب الدولي سمير سعيد ابن الكويت البار مؤكدا أن الفقيدة كان مثالا للإخلاص والتفاني ومشيرا إلى أن عطاءه لبين قطع حتى وافته المنية وبدوره وجه النائب مرزوق الغانم أيضا برسالة تعزية إلى الشعب الكويتي عامة بفقيد الكويت اللاعب سمير سعيد نعزي أنفسنا ونعزي كافة أبناء الشعب الكويتي بوفاة الرمز الرياضي المرحوم اللاعب السابق سمير سعيد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وهو خسارة لا تعوض للكويتيين بصفة عامة والأسرة الرياضية الكويتية بصفة خاصة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي أن قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتجديد لرئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار كان في ديسمبر 2011 وتم اعتماده في يناير الماضي وأصبح سهر المفعول منذ تاريخ يوم أمس جاء ذلك خلال تصريح للشمالي ردا على ما أثير حول تعارض موعد التجديد لرئيس مجلس إدارة الشركة بدر لسباعي مع قرار لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن إيقاف المذكور عن العمل وقال الوزير إنه لم يبلغ رسميا بأي توصية للجنة حماية الأموال العامة أو بأي قرار أصدرته مضيفا بأنه لا يستطيع أن يعول كثيرا على تصريحات رئيس اللجنة البرلمانية كما أكد أن اللجنة بصفتها لا تملك إيقاف بدر لسباعي عن العمل أو حتى التوصية بإيقافه ومن النأب مسلم البراك للوزير الشمالي رد على الرد وفيه أعلان البراك أن لجنة حماية الأموال العامة ووفقا لمواد اللائحة الداخلية للمجلس تمتلك حق رفع توصية الإيقاف عن العمل ودع البراك الشمالي إلى قراءة مواد اللائحة الداخلية للمجلس قبل أن يخرج بأي تصريح أو موقف أقول له إذا كنت لا تفقه في القانون هذه ليس مشكلتي ولكن هذه مشكلة أيضا الكم الهائل من المستشارين الموجودين في مكتبك إحنا ما قررناه هو رفع توصية من اللجنة إلى مجلس الأمة لإيقاف بدر السباعي الرئيس التنفيذي للكويتية للاستثمار عن العمل لعدم تقديم المستندات وليعاقته عمل لجنة التحقيق إلى حين الانتهاء من التحقيق وسبق لكن واضح أنه يعني لا يقرأ ولا يستوعب ونبقى في مجلس الأمة حيث عقدت عدة لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم ولعل أبرزها الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية في لجنة التحقيق في التحويلات واجتماع آخر للجنة حماية المال العام حول ملف شركة الأوفست صرح بعده النائب مسلم البراك محملا وزير المالية مسؤولية الفساد في المؤسسات التابعة له كذلك اجتمعت اللجنة المالية لدراسة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستمعت إلى ملاحظات المعنيين المزيد مع رباب الداح حافل باجتماعات اللجان البرلمانية بدأ مجلس الأمة نشاطه اليوم في اجتماع للجنة التحقيق في التحويلات الخارجية الذي وصل إليه وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للإدلاء بإفادته والمعلومات التي يمتلكها حيال القضية اجتماع آخر انعقد للجنة حماية المال العام حيث فتح ملف المصرفات في شركة الأوفست على مصراعيها وفتح معه أن أبم سلم البراك الهجوم على وزير المالية لن نسكت لن نتهاون سنكشف وبالأسماء كل المتورطين في هذه القضايا أولهم الوكلاء وثانيهم المسؤولين في برنامج الأوفست مجلس الإدارة السابق وثالثهم المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم وزارة المالية ووزير المالية الذي يبدو أن آخر شيء يعلم فيه هو اختصاصاته لا يعرف ولا يفقه ولا يعلم فعلا لما أطلقت عليه في يوم الأيام وزير التوهان قسما بالله أني كل مالية أتأكد أني محق بذلك الأمر اجتماع آخر انعقد للجنة شؤون المالية والاقتصادية جرى من خلاله الاستماع إلى كافة الملاحظات بخصوص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم بحثت اللجنة المالية كامل مواد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 33 مادة بحضور كافة الجهات الحكومية المعنية من وزارة التجارة والبنك الصناعي وشركة المشروعات الصغيرة وتم تسجيل وتدوين كافة الملاحظات على المواد الـ 33 الموجودة في المشروع وستعقد اللجنة اجتماع آخر حتى ترفع تقريرها إلى مجلس الأمة قبل الجلسة القادمة وإلى اللجنة الإسكانية التي خرج اجتماعها بتشكيل فريق عمل ثلاثي للخروج بحل لإصدار ترخيص بناء لمشروع مدينة صباح الأحمد حصل اتفاق على أن تكون لجنة ثلاثية من الإسكان وبلغنا كذلك الإسكان والبلدية والكهرباء لأنه يجتمعون كلجنة ثلاثية حتى تخرج بحل سريع لإصدار ترخيص بناء لمشروع مدينة صباح الأحمد التنمية على المستوى الصحي عنوان افتتاح وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية فاطل صفر مؤتمر ومعرض صحة الكويت والذي يستهدف التعرف على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع الصحي في مجال التصميم والبناء والتجهيز للمنشآت الصحية وأكد صفر حرص الحكومة وجديتها على تنفيذ ما جاء في خطة التنمية سيما ما يخص الجانب الصحي عبر تنفيذ المشاريع الصحية وفي مقدمتها مستشفى جابر الأحمد ومشاريع الأبراج الطبية والمستشفيات الجديدة والتي تقوم وزارة الأشغال بتنفيذها حاليا في الحقيقة من الشركات العالمية والمحلية والمعدات الطبية المتطورة فيها ما يفخر فيه الإنسان وخاصة أننا مقبلين على خطة تنموية ورعاية صحية متقدمة ومتطورة سواء الأعمال التي تقوم فيها وزارة الأشغال وهي موزعة بين وزارة الأشغال أو وزارة الصح العامة بالإضافة إلى المستشفيات التابعة التخصصية للتابعة لجهات الدول الأخرى كالقطاع النفطي مستشفى شركة نفط الكويت وكوزارة الدفاع مستشفى جابر الأحمد للقوات العسكرية فالمعرض الحقيقي يحتوي على الشيء الذي يبهر الواحد ويشوف فيه من المعدات ومن الأدوات الطبية المتطورة قامت مثل هذه المؤتمرات والمعارض بلا شك تسهم بشكل رئيسي في رفع المستوى الصحي في الكويت من خلال تسليط الضوء على آخر المنتجات وأيضا ما يرافق هذه المؤتمرات من محاضرات تسلط الضوء بشكل كبير على المشاكل الصحية وأيضا تضع الحلول وتضع تصورات ورؤية معينة يستفيد منها صاحب القرار لذلك أعتقد مثل هذه المؤتمرات مهمة جدا وبلا شك لها تأثيرها الإيجابي الكبير أكد المدير العام للإدارة العامة للجمارك إبراهيم الغانم أن الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي أصبح على وشك التطبيق وخلال عقاد الاجتماع الأول لللجنة المشاركة مع إدارة مصلحة جمارك المملكة العربية السعودية قال الغانم إن اللجنة تهدف إلى تنسيخ مبدأ التعاون المشارك وتسهيل عملية انتقال السلع بين البلدين مبينا بأن أي نتائج سيتم تحقيقها من خلال اللجنة ستنعكس إيجابيا على تسهيل الإجراءات الجمركية لا يخفي على معالك مهمية لجنتنا في هذه في ترخيص مبدأ التعاون المشترك بيننا وبين تسهيل عملية انتقال السلع وقصد التعاون له الاتحاد الذي أشاره له جلالة الملك عبد الله حفظه الله ورعاه بين بلداننا خاصة في دول مجلس التعاون وأن الاتحاد الجمركي لدول مستعاون الخليج أصبح على وشك التطبيق الكامل ومن لا يشك في أن أي نتائج سيتم تحقيقها في هذا الاجتماع تنعكس إيجابيا على تسهيل إجراءات الجمركية التي من شأنها تطوير وتطوير آليات عمل الاتحاد التي ستنعكس على المواطني في بلدنا لتسهيل عملية التنقل والاتجارة وستكون مؤشرا واضح لنجاح الاتحاد الجمركي لدول مستعاون وستجدون معالك في مقترح جدول أعمال اجتماعنا هذا عددا من المواضيع التي ارتعينا أن يكون لها الأولوية في التنسيق والتعاون وتكون بداية لانطلاق أعمال لجنة هذه تقبع منطقة لرحية في محافظة الجهراء تحت وطأة الإهمال الحكومي حيث تهدد ملايين الإطارات الملقى في المنطقة سلامة وصحة سكانها وللوقوف على حجم المعاناة قامت لجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية وعدد من الأعضاء بمجلس الأمة بزيارة ميدانية للموقع انتهت بدعوة المسؤولين والجهات الحكومية لاجتماع في موقع مكب الإطارات لبحث آلية معالجتها اتفقنا مع الأخوان أن سيتم دعوة الأخوة المسؤولين عن هذا الموقع وما رح ندعيهم في مجلس الأمة ستم دعوتهم في الموقع حتى يروا بالعين المجردة طبيعة الأضرار لذلك أنا أقول هذا منظر لا يمكن السكوت عنه لا يمكن أن نقبل استمراره وسنبدأ فريق عمل بإذن الله من الأخوة النواب الموجودين اللي الحقيقة نعتقد بأن تحركهم هو استشعار لسوء الوضع هذه قنبلة موقوتة لا سمح الله بأي دعابثين أو بأي ظرف من الأظروف وإحنا يأيين بصيف لو صارت حريجة ترى يعني عادل الغزو غيمة سودة تمتد أيام يمكن أسابيع أكيد أسابيع إن لم تكن شهور هذه مسؤولية الحكومة إحنا واللي تفضل في بحمود حقيقة نتمنى باللجنة البيئية وأعضاء مجلس أمة لازم الثلاث مسؤولينيين بل الآن أدعو رئيس مجلس وزرائي يشوف تقبط هيئات اللي موجودة تحته لأن هذه المسؤولية حقيقة مسؤولية حكومية نشرة الرأي مستمرة وفيها بعد الفاصل نحن معك عنوان نشاطات جمعية مرضى التصلم أهلا بكم من جديد ناشدت نائب رئيس جمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية أمير المشهود وزير الصحة علي العبادي بدعم فكرة إنشاء مركز متخصص لمرضى التصلب العصبي أسوة بالدول المتقدمة وخلال إطلاق فعاليات إنشطة الجمعية تحت عنوان نحن معك أشارت المشهود إلى أهمية عمل الجمعية وقدراتها على تحقيق أهدافها عبر نشر الوعي بهذا المرض عوضا عن التقريب بين المرضى وذويهم والهيئات الطبية المتخصصة بمرضى التصلب العصبي القروب الثرابي اللي نحن مشينا فيه كعلاج في جمعتنا انتبادل الخبرات بعض هذا سافر مني وهذا مني هذا دكتورة يقول كذا وهذا دكتورة التبادل هذا في المعلومات قواننا وخلانا نوقف على ريولنا ونقول يحلو المس والجانب النفسي هم ونا راح تتكلم عنه شوي الشغلة الثالثة اللي نحن الحين نبي إن شاء الله ننجح فيها اللي هي إيجاد وإنشاء مركز متخصص لمرض المس يعني مستشفى كامل الأمراي فيه العلاج الطبيعي فيه الدكاترة كل ما يحتاجه مريض المس فحص البصري إلى الفحص العصاب أسوة بدول متقدمة ونحن متعاشمين عشام كبير في الدكتور علي العبيدي الوزير الحالي وآمالنا فيه كبيرة وإن شاء الله ما راح يخيبها في إنشاء مركز للتصلب العصبي تشخيص الحين فيه وصلنا إلى مرحلة أنه من أول مرة نقدر نشخص إذا كان مع عصابغة ما يحتاج تأخذ الماء من الظهر لازم تسوي تحاليل هذه لازم تحاليل الدم عشان نشوف هل فيه أشياء ثانية قد تشبه الأمس ولا ما تشبه لأنه ممكن التهابات ثانية نقص فيتامين معين باثنعش فيروس معين فيه أشياء معينة بس هم التشخيص صار أسهل والأعراض قامت معروفة الحين متعارف معها مع الناس فالمفروض إحنا كمجتمع نصيد المرض من أولا النشران متواصلة وفيها بعد الفاصل البنك الوطني يحقق واحداً وثمانين مليون دينار أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الجاري أهلاً بكم إلى الصفحة الاقتصادية أعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه أرباحاً صافية بلغت واحد وثمانين مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام الحالي بربحية سهم بلغت 19 فلسن بنسبة زيادة بلغت 5.5% عن أرباح العام الماضي وأكد رئيس مجلس إدارة البنك محمد البحر أن موجودات البنك الإجمالية ارتفعت إلى 14 مليار وأربعة مئة مليون دينار بنحو بلغت 3.5% مقارنة مع الربع الأول من عام 2011 كما ارتفعت حقوق مساهميه بنسبة 5.5% لتصل إلى مليارين ومائتين وخمسين مليون دينار اشتركوا في القناة وقبل ختم النشرة لهذا اليوم يذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر آت الراي ميديا جروب أيضا تستطيعون مشاهدة جميع نشرات وبرامج قناة الراي عبر موقعنا على اليوتيوب الراي يوتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة